تعالوا بقى نروح على السريع عشان نتابع آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرق والمختلفة وأنشطة المختلفة مع زمنتنا العزيزة هانا أبو القاسم هي موجودة حالياً في مقر النادي الأهلي بالجزيرة هانا صباح الخير عليك وكل سنة وانت طيبة سنة سعيدة عليك وعلى كل أهل بيتك يا رب وتفضلي احنا سمعين يا صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يعني أول حلقة لعشرة الصبح في الأهلي في عام عشرين اتنين وعشرين في البداية طبعاً بقول لكم يا نهواندو يا كريم حمد الله على السلامة نورتوا شاشة قناة النادي الأهلي من جديد بيطاقتكم الإيجابية قبل ما أبدأ فقرة أخبار النادي حاب أقول لكل مشاهدي قناة الأهلي كل سنة ومتطيبين بمناسبة العام الجديد يعني عام عشرين واحد وعشرين كان مليء بالانتصارات والإنجازات للنادي الأهلي إن شاء الله كمان عام عشرين اتنين وعشرين هيكون مليء بالأرقام القياسية ويفضل دايماً النادي الأهلي رقم واحد ويفضل مجمعاً على حبه والانتماء له خلونا بقى دلوقتي نبدأ بأخبار الفرق الرياضية ونبدأ بكرة القدم طبعاً رجال كرة القدم مستمرين في الراحة السلبية من التدريبات اللي كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسماني بعد مباراة فيوتشر الفريق هيستقنف تدريباته يوم 4 يناير لكن بمشاركة اللاعبين اللي لم يشاركوا في ضغط المباريات الميران هيكون بقيادة كابتن سامي أمصان المدرب العام باقي اللاعبين هينضموا للتدريبات الجماعية يوم 8 يناير هيكون طبعاً بقيادة مستر بيتسو موسماني وهيبدأوا بقى الاستعدادات لكأس العالم للأندية اللي هيكون الشهر القادم يعني خلينا أقولكم إن كل الأهلوية سقف تموحاتهم عالية يمكن هما بيطالبوا اللاعبين والجهاز الفني بالحصول على كأس العالم للأندية ويمكن النادي الأهلي عودنا دايماً إنه مفيش مستحيل خلونا بقى نروح لنشئين كرة القدم يعني هما بيبدأوا السنة الجديدة بالفوز سواء فريق 2007 قدر يحقق فوز على فريق طلاقة الجيش بربعية نظيفة ده طبعاً ضمن منافسات الجولة ال-16 من بطولة الجمهورية وبكده يكون رفع نقاطه فريق 2007 لـ 38 نقطة كمان فريق 2005 قدر يحقق فوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة ال-14 من بطولة الجمهورية وبكده يكون رفع نقاطه لـ 30 نقطة يعني طبعاً بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم خلونا بقى دلوقتي نروح للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة السلة رجال كرة السلة مستمرين في تدريباتهم يعني أنه الجولة الأولى من بطولة دوري السوبر يوم الجمعة الماضي الجولة الثانية هيبدأوها يوم 8-1 وهتكون أمام سبورتينج يعني طبعاً بنتمنى لهم كل التوفيق هم أبطال منطقة القاهرة أبطال العرب كمان أبطال دوري المرتبط وإن شاء الله قريباً جداً يكونوا أبطال دوري السوبر أما عن ناشئات سلة 16 سنة في هما بيتوجوا ببطولة منطقة القاهرة ده بعد الفوز على فريق الظهور بنتيجة 62-43 يعني لو كلمنا عن المباراة الحقيقة المباراة شهدت تقلق كبير جداً من ناشئات كرة السلة كان فيه سيطرة منهم طوال المباراة نتمنى لهم طبعاً كل التوفيق وإن شاء الله يكملوا بنفس المستوى نروح بقى للعبة كرة الطايرة سيدات كرة الطايرة بيواصلوا تدريباتهم النهاردة هيكون عندهم تدريب الساعة 5 ونص مساء هنا على صالة النادي الأهلي استعدداً لمباراة غدا المباراة هتكون أمام فريق سبورتينج الساعة 4 العصر ضمنه نفسات بطولة الدوري يعني طبعاً بنتمنى لهم كل التوفيق خلوني أقول لكل مشاهدين أنه تم تأجيل مباراة سيدات ورجال كرة الطايرة اللي كانت يوم الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية يعني سيدات كرة الطايرة كانوا هيواجهوا فريق سموحة والماسترز أو رجال كرة الطايرة كانوا هيواجهوا فريق اسكندرية للبترول تم تأجيل المباريات زي ما قلت الآخر الجدوى لكن لسه لم يتم تحديد موعد المباريات كمان الحقيقة بنات وشباب كرة الطايرة عاملين أداء كبير جداً في بطولة الجمهورية ماشيين بخطة ثابتة جداً يعني حقق بنات الطايرة 18 سنة فوز على صيد الأطمية بنتيجة 3-0 وأيضاً شباب كرة الطايرة 19 سنة قدروا يحققوا فوز على فريق الطايران بنتيجة 3-0 إن شاء الله يكملوا بنفس الأداء ويحققوا بطولة الجمهورية أخيراً بقى خلونا نروح للعبة كرة اليد سيدات كرة اليد بيحققوا فوز على فريق الشمس بنتيجة 27-21 من منافسات بطولة الدوري يعني الحقيقة المباراة شهدت ندية كبيرة جداً من الفريقين فريق الشمس هو أكبر منافس لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي لكن خبرة سيدات كرة اليد قدرت تحسم المباراة لصالحهم يعني لو كلمنا أكثر عن المباراة الشغط الأول انتهى بنتيجة 13-11 لكن في الشغط الثاني قدروا سيدات كرة اليد يوسعوا السكور وينهوا المباراة بنتيجة 27-21 وبكده يكونوا أنهوا الدور الأول من بطولة الدوري في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة إن شاء الله يكملوا بنفس المستوى ويختموا بطولة الدوري وهم متواجين بي وكمان يتوجوا بجميع البطولات يعني دي كانت أبرز الأخبار وكمان أخبار الفرق الرياضية من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة قبل ما اختم كلامي بس حابة أقول لزملتي العزيزة جداً مريم سميح حمد الله على السلامة يعني كلنا كنا مفتقدينك يا مريم والآن العودة لكم مرة أخرى في الستوديو نشكر الجزيرة شكر زملتنا العزيزة يا هانا أبو القاسم وكل سنة وأنتي طيبة شكراً لك يا هانا جداً